يا مساء الفلوم مرة تانية بكل ويسمعونا اهلا بكم وكمان بنرحب بضفنا اللي منورنا في الستوديو المخرج الجميل احمد خالد موسى يعني منورنا وحشتنا جدا 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 حبيبتي والله انت كمان وحشاني انت ومحمد ومبسوط جدا انا معكم النهارة احمد خالد موسى من المخرجين اللي زي ما بيقولوا كده الراجل ما طلقش في بقم علاقة دهب ده راجل اشتغل اكتر من 12 سنة تقريبا مساعد اخراج واشتغل مع مخرجين كبار جدا ولف لفة كبيرة جدا لحد الاعمال بتاعته ما بقى اكبر نجوم في مصر بيحبوا او بيدوروا او يسألوا لو احمد خالد موسى موجود مخرج هذا العمل فاحنا موافقين على طول مش بس كده يعني وصغير عشان الناس ما تفتكشوا ان يشتغل كتير واتعب كتير برضو يعني انت نجحت في وقت ناس كتيرة جدا يعني بيحسوا ان انت اكتهدت بدري بدري ووصلت لمكانك الصح بدري صح? الحمد لله انا كنت بس يعني هو الموضوع جيه ان انا كنت يعني كنت مخططة ان انا سافر فلما كنت يعني كنت عايزة ادي ازبارة الاول وبعدين ما ماما اللي هي الام المصالة الاصيلة رفضت ان انا قطر خرر مالك هي امكانش لو بفيها عمد خالد موسى بالضبط فبدأت ان انا اول ما دخلت الكلية يعني بدأت انزل اطمرا اخراجه وكده فده خلاني بدأت تبدري جدا يعني بدأت مثلا وانا يعني استدخل جامعك عن 16 سنة وحاجة بسيطة يعني فزيما انا اشتغلت كده عدت حوالي 12 سنة يعني طيبا اشتغلت مع ناس كتير قوي كلهم يعني الحمد لله اسمي كلهم اسمي محتمى وكبيرة يعني كلهم اسمي زيتي لحد دلوقتي وبدأت اناخج وانا عندي 28 سنة فكان شوت كبير بس يعني الناس حست ان انا عملته بدري بس هو اخذت مني وقت طويل في مساعد مخرج في مرة كان عايز يتردك مساعد مخرج لا اهو مساعد مخرج اهو كان عندي اهو مش كان عايز يتردني اهو كان اتوقع كده انه كنا بنحدى فيلم كبير وكان اه كنت انا ساعتها في تلاتيب المساعدين اصغر على مساعد وبعدين هو كان مش حابب اوي فكرة ان انا مترشح من المخرج والانتاج يعني ساعتها كنت بدأت انا اشتغل كان تقيبا كان عندي ساعتها 19 سنة او حاجة فبدأت الناس تقول هو صغير شاطر فهتوه فهو يعني بطبيعة الحال ما كانش مبسوط او ان هو ترشح له حد من التيم مش هو اللي جايبه يعني وكده ففادل يضيقني كده حد ما خلان انا قلت طب يا جماعة حاس ان احنا مش هنمقوسطين فده ممكن يعمل لي مشكلة مع مديري اللي هو المساعد الاول فاحسن ان انا انسحب يعني وكده قابلته بعد كده؟ قابلته كتير يعني بس انا حقيقة ما بفكراش بشكل انتقامي والله يعني عموما يعني ما بفكراش انا مسا عايز ازبط بس ما فيش نظرة الانتصار كده لما تشوف لا اهو لا والله يعني انا دايما مقتنع ان انت مفهود تنتصر انت على اللي انت فيه يعني انه انه الوقت ده كانواحش جدا بالنسبة لي انا فاكر يعني بسبب الموضوع ده مساعدة سنة والتلات تشر يعني محالة تخبط جمدة جدا وبدأت افكر طب انسحب خالص من الشغل ده فكلنا بيجي لنا لحظات شك كده نكمل في الكرير ولا ننسحب انا نافع ولا امشي ولا ايه؟ بالزبط فالفتح دي كمان بالموضوع ده حصلت صعبات بعدها كتيرة يعني نفسيا في حالة حالة سنة وتلاتة شوية في تخبط كده فاتبسطت ان انا عديت بالموحلة دي بس مش منه يعني خلال اللي بيفكر في الشخص اللي دايقه غالبا ما بيوصلش النتائج بابا المجال وحاجات كتيرة جدا هنتكلم فيها وانعارف ان عندكم اسئلة كتير ومجمع انهالك يا احمد من كل الناس اللي بيسمعوا ممكن على رأسهم كمان الناس اللي نفسها تمثل معاك او هزا تشتغل معاك وهيسألك اسئلة كتيرة لسه موجودين مع حضراتكم في افصل واسمة على الراديو تسعين ساعين ومنورنا في الستوديو المخرج احمد خالد موسى ويمكن الاسئلة الاخيرة بابا المجال بابا المجال كانت تجربة مهمة جدا جدا في تاريخ احمد خالد موسى ولكن عايز اسألك او اغلب الناس بتسأل انت شايف ان الصراع الرمضاني اللي بيحصل هو تجربة زي بابا المجال كان ممكن تتشاف اوتو في سيزون ولا مهم انها كانت تبقى موجودة جوه لسيزون بتاع رمضان وده اللي الناس بتحبه عشان فيه شو وفيه الاهتمام اكتر بالدعاية وبالفرجة وبالحاجات اللي من النوع ده لا انا كنت مقتنع جدا هو لازم يبقى لرمضان واحنا حتى في طريقة التنفيذ بتاعته الناس اللي شافت المسلسطة ان احنا كنا اصلا عاملين الاحداث ان احنا اول عشرين حلقة عندنا هم اخر 13 يوم في رمضان احنا الاجواء الرمضانية موجودة اصلا وريدي معانا الفطار الجماعي اللي حصل زي اللي احنا كنا واخدينه من الفطار اللي حصل في المطارية يعني الكونسبت بتاع الاحداث دوت كان لازم يتبني جدا في رمضان انا كنت مقتنع انه انه كان ممكن انه الزحمة اكيد بتضر النوع ده من المسلسلات بس انا مقتنع ان احنا لسه كنت بتكلم معك في الفصل انه المسلسل ده حسن مكانه من اول يوم وهو ماشي بسمعتك الكويسة ان انت حتى لو انت كنت حسن طريقة العرض مسلا او ان انت مسلا مش موجود على بلاتفورم قوي او كده ان انت مع كتر فكرة انه الناس بتقول شفنا حلو شفنا حاجة تانية ما عجبتناش فبتبتدي الناس حتى اللي ما كانتش معاك اول كامي يوم تبتدي يجيلك وده يعني حصل يعني حصل وده حصل كمان لما بدأت الناس تشير وتاخد مقادع وتنزل تيك توك وفيسبوك وحاجات مزبوط مزبوط او عشان كده حتى يعني هو متواجد على تيك توك اعتقد يعني من اكبر المسلسلات في التوب سريف على تيك توك مسلا موجود الفيديوهات بتاعته كلها متاخدة طول الوقت فده اعتقد انه الناس يعني الحاجات دي بتخدم العمل بشكل كبير جدا تفتكر من اهم الحاجات اللي المفروض يعملوها ابطال العمل او كرو العمل بقيادة المخرج بتاعه انه يا جماعة ركزوا شوية في السوشيال ميديا ركزوا شوية في التيك توك عشان الحاجات دي بتعلي نسبة المشاهدة بتاعت العمل وبتخلي النسبة عندها يعني نوع من انواع الفضول ان هم يتفرجوا على العمل نفسه بصي انا يعني مقتنع انت كده كده العمل الكويس يعني كده كده بيفرد نفسه يعني في الاخر هو احنا ما بنعمل شمات شكورة يعني مش لازم نطلع يعني انا عملت مسلسلات كتير طلعت الاولى يعني اللي هو بريتنج الاعلانات وعملت شمات على فاكة ممكن انا بحبها اكتر وماخدتش الفيتباك ده من النجاح يعني مسلا انا مسلسل مثلا يعني نادين لما الناس بتقول كده انا بحب مثلا جدا بعمر المصر مثلا اكتر شغلانا ليه انا بحبها يعني انا بحب اتفرج عليها جدا بس في الاخر هوا ممكن ما بقاش من شغلانات بتاعتي اللي عملت الفيتباك اللي واو قوي في رمضانيا مثلا ممكن بقى عندي بعد البداية وملوك الجدعانة اعملوا فيتباك اكتر منه والميزان في سنين العرض بتاعتهم كانوا مراعبين جدا في العرض بس أنا بقول لك أنا مثلا أنا بتفرج بحب كده أنا بعمل المصر بس عموما أنه مش عيب أنه الناس تواكب اللي بيحصل يعني أنه الدنيا بتتغية مش عيب أنه أنه إحنا حتى العملنا من باب أنه هزر أو كده بس مش أكيد أنه هنسيب بقى الشغل ونقعد نعمل حاجة تانية لأنه أنا بقول لك إحنا مثلا ما كناش في بابا المجال عندنا ترجة أنه إحنا نقعد ننتشه أنه الناس تقلدنا على التيك توك أو كده بس مثلا بسم ورياض وجمانة وسمع وكده فيه شوية ممثلين الكاراكترات بتاعتهم كانت ماشي قوي مع الجمهور كانت تتغيب هي اللي خلت أنه الموضوع يبقى فيه أسهل أنه يتعمل فيديو بالضافة بقى إنا مثلا بنعمل فيديو هزار في الكواليس فنلاقي مثلا 30 مليون على التيك توك يعني هزار إحنا بنهزر وبنغني وكده ففهمنا أنه الناس حابة الموضوع وبدأت الناس يعني لساعة واحد صاحبين باعت لي مشاهد أنه بيقول لي بص بص الأرقام بتاعت المشايا بتاعتك على التيك توك موعيبة جدا بقول لي أنا مش مصدق ليه الأرقام عاملة كده فكرة المنصات بتفرق مع العمل أو مع نجاحه؟ أنا مقتنع أن المنصات فدتنا بشكل كبير جدا وشايف أنها لسا يعني بشكل يعني كان الواحد بيطمح له يعني أنا شايف أنها هتساعدنا أن إحنا بقى أننا كتابين نقول نفسنا إلا مثلا يبقى عندنا حدوطة لذيذة بس مش نفعها 30 حلقة فعايزين نعملها فممكن نعملها عشرة وممكن نعمل تمانية وممكن نعمل خمستاشر ممكن نعمل تجربة مثلا بقى عافية أنها يعني حدوطة عجبانة قوي بس إحنا عافية أنها مش قد الصراع الرمضاني ممكن تبقى أهدأ بس نفسنا نعملها يعني يعني مثلا عندي فيلم مثلا بحبه جدا أنا عملته مثلا وكت شاف أنه اتظلم جدا هو الفيلم ممكن تبقى الجونا بتاعته مش تجارية قوي كسينما بسؤاله ومسلا هو معمول لمنصة من الأساس هيبقى أنجح بكتير بحبه جدا لو أعجبه تلاتين مارس عملته لحمد الفيشاوي من أفلام اللي بحبها وفيشاوي من أكتر ممثل يعني اتبسطت جدا بالشغل معاهم وكده فقصد دي أنه ساعت نوع الوسيط بظلمك صح أو أنه مثلا أنت هنا مثلا محتاجة محط لو المسلسل ده كان على محط أجبر طب لو كنته أقديم معاد أفضل في حاجات كتير بتتحكم عامل كتير بتفرق في نجاح العمل أو ترتيبه وفص الأعمال الموجودة طبعا في سنة من السيناب أنا بس أعمل شغلانا كويسة جدا وزميلي عاملين شغلانات حلوة جدا جدا فممكن شغلان دي أنا تتزيمي بأم أفضل مني السنة دي وممكن السنة دي بأعملت شغلانا متوسطة بس هم السنة دي كلهم مش متوفقين فبقى أننا أحلى واحلى فهي مش كده بس في الآخرة أنت دايما بتحاول يتبقي كويسة في وسط ناس كتير كويسين وأنا شايف أن احنا عندنا ناس يعني عموما في الصناعة بالذات ورق كما عندنا ناس كتير قوي كمخيجين بالذات عندنا مخيجين كتير كويسين ومؤلفين كتير كويسين أغلب الأسئلة اللي جاية لك خاصة بفكرة أن الناس دايما بتشوفك حريص جدا في أي عمل أنك تقدم وجوه جديدة وتقدم ناس أنت مقتنع بمواهبها وعدد بتقدم عدد في كل عمل الناس بتقول لك هي عايزة توصل لك أو عايزة إيه الخطوات اللي ممكن يعملوها مموسلين شباب حابين يشتغلوا مع أحمد خالد موسى بص أنا يعني إلى حد ما يعني بحاول على رد ما قدر أوصل للناس بس يعني هو الفكرة أن أنا يعني مش كل الطرق بعفة أشتغل بيها يعني فأنا مثلا يعني مثلا بقيت مثبت شوات حكيت مثلا أنا دايما بروح المسرح حتى لو المسارح لو المسارح مثلا حتى مش مش حاجة باسمية يعني بنزل المسارح مثلا مسابت دولة الحاجة اللي فوزت البلد لو حاجة مثلا عرض حتى مستقل عادي ما فيش مشكلة بروح بروح المعهد طبعا أستاذ خالد جلال طبعا بروح له مثلا لما بيعمل عرض أو كده يعني قصدي كل الوسائل دي وصعب بنعمل احنا مثلا لو طالبين كيس معينة عايزين مثلا حد ده مثلا يعني مثلا المسلسل اللي فاتت اللي هو اللي احنا اللي هو لسه ما تعرضش أنا كنت بحكي لك عليه اللي هو مفترق طور مفترق طور هند صبي ده العمل الجديد ان شاء الله آه ده احنا سواء نقبل بابا المجال بس هو ما تعرضشه كده فهو حتى يعني هو حتى مش اخراجي لوحدي يعني هو يعني أنا معي مخ جديد وهو تقيبا هو لأخك تمانين في المائة من المسلسل كم أنت متواضع عادة أنا مخرجين ما بيقولوش كده يعني لما معاك مخرج جديد دي يقولك أنا ساعدته أو كنت بشرف علي أو كنت لك أنك تديله المساحة أنه هو آآ تديله حقه في شغل انته دي ما بتحصلش كتير بس أنا كنت لسه برضو بحكي لك في الفصل أنه أنا كان عندي تأجابة طويلة جدا كمساعد مخج واتبسطت كتير اشتغلت مع ناس كتير وتعلمت كتير فبالعكس كنت بحس أن احنا دايما احنا أصحاب وشركة عشان كده تقال عليك هادي صغير آه في وقت كده معين وكده فالفكة نفسها أنه هو كان راجل بيسمعني لو قلت اكتاح لزيز ما بيخبهوش وبيقول إنه ده كان اكتاح وكده فشفت أنه الموضوع مش يعني كده كده هيفضل عندك منافسين فالأكيد أنا لو هنافس مش هنافس الناس اللي أنا بحبوهم صح وبرشال معي منوانا مساعد وهو كان مساعد أصغر وبعدين هو عمل معي تقعبا كل الأفلام بتاعتي زي مخرج منافس عمل معاه هو بالتغاري ولسه بغداد وتداتين مارس وأخي واحد دانسيس باريس عمل معي جزء كبير قبل ما يعني ياخد الخطوة أنه بقى مخرج وكده وهو حقيل ولد شوتر جدا وزي ما انت كنت تبقي شايفة في نفسك إن انت نفسك تغدي الفرصة في ناس أنا مكتعنا لو خدت الفرصة ممكن تبقى أحسن والفاية بس إن أنا ممكن أبقى وصلت قبلهم بشوية بس إن أنا مش معاناة إن أنت أفضل بس مش معاناة إن أنت توقف فرصته عشان أنت تعدي يعني خده في إيدك عادي بالزبط أنا مقتنع بكده قبل ما نطلع للفاصل رهي أنت أحمد يستقى إن فيلم هروب الطراري حيجيب خمسين مليون مزبوط وقلت له لو حصل كده حتتبع عجلة ده بحجل ده بحجل ده بحجل ده بحجل رجينا على طول نكمل أفسر اسمه على الراديو تسعين تسعين خليكم تابعينا منورنا في الستوديو مخرج أحمد خالد موسى ابعتوله كل أسئلتكو على واحد تسعين تسع أهلا أهلا مرة تانية بكل بيسمعونا وأفسر اسمه على راديو تسعين تسعين لسا معيكم حمد نشر شامو أحافظوا منورنا في الستوديو المخرج أحمد خالد موسى وهنبتدي نرجع مع بعض كده للمدرسة. ايه. فاكر صح وغلط? فاكر طبعا صح وغلط. هنسألك شوية اسئلة وهتجاوب صح? او غلط? ميش. ولو غلط ليه? ميش. علل. فسر. عارب الحاجات دي. ميش. اشتغلت اتناشة سنة مساعد مخرج والمساعد الاول للمخرج كان عايز يتردك من العمل بكل قوة. لا دي يعني هو يعني غلط لان انا في الاخر انا في اتناشة سنة دول طعبا عملت شغلات كتير قوي بس دي كانت وقع معينة كده انا يعني كانت مأثرة فيها. يعني صح ولا غلط? يعني هي طبعا صح بس يعني في الاخر انا بقول لك اتناشة سنة اشتغلت مع ناس كتير قوي في حصدي لو هنسيب كل الحاجات الكويسة اللي حصلت في الاتناشة سنة وهنمسك في حاجة موقف واحد. يعني صح. اه. ميش. السؤال التاني كان عندك الاء في ملوك الجدعانة بسبب العمل من جهة ووجود كرمة بنتك في العمل من جهة اخر. اه يعني اه كان عندي الموضوع دوت بس يعني عشان ما كنتش حابب اول موضوع هو كان هو اجيب اي لك كده انه احنا كنا رسا مندقع على البنت وكانت ساعتها حنا المطوحي اللي بتعمل معي دور رانيا يوسف وبعدين قعدت يعني شافت الفيديوز اللي هي بتعملها وكده فقعدت تقولي انا حس ان احنا بقى لوزاز وهي لذيذة وشبهي وكده تم تيجي نجرب وكده فانا قلت انا ده هيوترني جدا المسلسل ده يعني كان بقى لي سنة اجازة كنت انا اعمل عملية قبلها كده وما هي حسنة فكنت داخل مركز اوي حسنا كمان مش عايف انا جثمانين هقدر اشتغل زي ما كنت بقدر اشتغل ولا لأ حسنا بطعب اسرع من الطبيعي بتاعي وكده فبس وجاب جيبي لك كده وعملته كويس يعني كارما عملت دور حلوة جدا جدا هنشوفها مع عاك تاني في اعمال تانية ولا خلاص بقى انت اديتها دفع الامامية وانت بقى اخش شوق ايطاليك مع مخرجين تانية والله انا انا يا كحمد يعني فعلا مشكلة اللي هو برامج انا كنت ضد جدا الفكرة انها تعمل كده دلوقتي يعني ان هي لو عايزة تعمل كده تبقى هي بنيات مناطجة وتاخد الكعودة سواء حساعدها او مش حساعدها بس قصدي ان انا عموما لما عادت عمل الموضوع دوت انه مش صحة خالص انه الاطفال تشتغل بتتأثر يعني انا اخي بالي انها بتتأثر يعني بتتأثر على طفولتها يعني بتتأثر على طفولتها بلت ثانية دي ممكن يعمل لها يا ده بكة ويجيب لها اكتقبل وما جالها الشغل ويحصل لها او مسلا تقرأ كون انت حد قال عليها حاجة يعني قصدي ده بدي بقي قوي نفسان ان انت تبقي كبني قدمة جاهزة ان احنا نفسنا بنتقصر يعني طيب اتهجمت من النقاط بعد عرض اول حلقة من مسلسل من الجاني صح ولا غلط اه بعد البداية كان بعد البداية مش من الجاني لأ كان بعد البداية كان اه يعني كان عندنا خطأ تقني كده يعني طبيعي كان اول مسلسل لها ومع ان يعني في السنة دي انا كرامت كتير على جاي اخدت يعني طيبا اكتر سنة اخدت فيها جاهزة احسن مخرج بس الحلقة دي فعلا كان فيها مشكلة يعني حاجة انا يعني اتلغبطت فيها يعني افرج وتبقى على نفسي كده مراهق شوية حماسة الشباب اه عايزة عامل كم حاجة كل حاجة في نفس الوقت اه اه ويا تعيبا الكومنت ده باي لك كده لما الناس هجمت اوي كانت متوقعة انه المسلسل مكمل انه في العب ده باللستايل ده كان حاجة في الفلاش باك وكده فالحمد الله انه هو اصلا كان الستايل ده بس موجود في الحلقة. تدركت الخطأ ومتلا. لا هو كان بالحظ. هي كانت غلطة واحد. هي كانت في الحلقة الاولى بس الحمد لله مسلا ما كانش حاجة مكملة معنا في حاجة. صح وغلط احيانا ابزي القصارى جهدي في عمل فني وبعد عرضه لا اشعر بالرضا عن. ده على طول. على طول اه بس يعني بس يعني لما ببص يعني الورا اكيد في حاجات اه يعني في عمل اكيد ببقى يعني مش مبسوط منها قوي. وفي حاجات لا على اغلب ان انا ببقى مقتنى كان ممكن اعمل احسن بس في حاجات اكيد بحبها ويعني يعني بحب اتفاقى انا نفسي عليها وكده. صح ولا غلط. وجدت صعوبة في تصوير الحارة داخل ملوك الجدعانة بسبب عدم اه معرفة الكافيه. معرفة ايه? الكافيه الموجود هناك. اه لا مش فاهم السؤال. كان في كافيه في اللوكيشن? اه لا هو هو ممكن يبقى ممكن اصدق عشان احنا كانت التجربة دي كانت التجربة الاولى انه تعمل مسلسل شعبي في بيروت. بالزبط. فكان ساعتها ده شوية لانه ساعتها ما كناش لسه عاقين تعمل حارة شعبية هناك. هنعمل حارة شعبية زي نعمل. وهي في بيروت. هو كان لزوف الانتاج هناك ان الاستاذ صادق نقل معظم شغله هناك. وكان ساعتها دي كانت اول سنة انه يعني هو عمل مسلسلات قبل المسلسل دوت اه اعتقد كان عمل مسلسل اللي هو بتاع هيفا. اه بس ما كانش مسلسل شعبي يعني. فكان عادي انه تعمل في بيروت. فكان ساعتها انه لما اتكلمت انه وانور صباح وعلي حسن اللي هو مدير الشركة وانور اللي هو يعني ابن استاذ صادق وهو المنتج المنتج دلوقتي يعني. اه اتكلمنا ازاي نعمل خطة لكده فاعدنا فكرنا فاخترنا استوديو اه كلمنا احمد عباس تايبين احمد عباس من افضل المهانسين الديكورو دلوقتي في في الشولانة وعمل ده كتير وكده فبانينا حارة كانت شكلها جديدة اه وعمل قوي والمسلسل كان ساعتها كنا كتبنا كم حلقة فالناس ساعتها قالت لها والله انت اجوبها شكلها لزيزة وكده. صحي وغلط التعامل مع عدد كبير من النجوم فعمل واحد صعب. انا بحبه. انت بحب تخش الخناقات دي. اه. اه. يعني افضل. يعني انت لو انت من الاول مختار انها هتبقى سهلة. مش هتحس بالشالنج والتحدي. بالزبط. فانت دايما يعني مسلا احنا في بابا المجال مسلا احنا جد كان عندنا مسلا بجد مشاهد كتير. بتلات عشر ممثل في الفريم. يعني بجد وفي مشاهد ومشاهد ليها تكنيك وصعبة وحد بيخش وحد بيخرج وحد هيضعب نار ومشرف مين هيطلع وحتحصل زفق. يعني قصدي الموضوع نفسه كان صعب لانه كمان كان في بابا المجال كان الاحداث بتدور في عدد ديام قليلة. فالا الكنتينيوتي اصلا ما ينفعش انك تنوت زمن مسلا لو حصلت غلط. يعني الممثل اللي خرج من الباب لازم يخرج من الباب في المشهد اللي بعده مسلا بعدها خمستاشر اليوم. كان موضوع صعب صعب. صعب جدا على انا والمساعدين طب صح وغلط استعانت بطائرة لاخراج مشاهد الاكشن بس عشان تبهر الجمهور وما كانش فيه داعي لوجود الطائرة دي. لا هو كان احنا ساعاتا عملناها ساعات انا فاكر في السنة دي كان اول مرة كان يتصور بالدرون في مسلسلات رامادون كان في الميزان. الطائرة يعني الكاميرا الطائرة يا يا جماعة. اه. اه. هي ساعاتا ما كانتش مستسعى يعني ما كانتش لسه الناس صورت بها في مصر اصلا فعلا. كان تقريبا دي كانت اول مرة الناس يعني كانت عمل بها حاجات اللي هو لسه ما كانتش حتى تصريحها لسه يعني طلعت وكان لسه عليها مشاكل وكده. فاحنا جربناها كده كان عندي مشهد اكشن في الحديد والصلب في المصنع وكده فعنا يعني نجابها ونكسرها كده. هم. وكسرتوه? فعلا هي تكسرت اليوم ده وكده. بس عملنا بيها كم شوت لازازو والناس كلها بريد اتسأل ايه ده الشوتات دي شكلها. ايه تكنيك الجديد ده? اه بالزلط. مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم ولسه موجود معنا ومنورنا المخرج احمد خالد موسى. احمد دلوقتي هنخش في اكمل النقط ده. اوكي. مسلسل نقط قصة قديمة على طريق سلام يا صاحبي ووجدت صعوبة في ايجاد مؤلف. اه ملوك الجدعانة. ملوك الجدعانة. اه. برافو عليك. برافو عليك. جرعة الاكشن في نقط نقط نقط. اكبر جرعة اكشن في تاريخ السينما المصري. اه هو بالتغاري. تمام. مزبوط. اخدت برأي نقط في اختيار غادة عادل في مسلسل الميزان. رأيي لا يعني اهوة كان بين اهوة كان بين استوام انا وطريق الجنيني بصراحة. لأ حدش حد اهوة بتاخد رأيب. حد كده في العيلة. قريب. اه لا انا لا هو 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 الموضوع ما كانش كده لو انت لو انا فهم السؤال. هو الموضوع ان انا كنت بعمل السنة لقبلها مسلسل اسمه بعد البداية. ومسلسل ده تقعيبا يعني نجح نجح. كبير جدا. كبير جدا في السنة دي. فكانت ماما عندي دايما ما بتفوقش على المسلسلات الرجالي. فعندنا نهازة فكان فانا كنت تفكر كنت قادمها في التليفزيون كان اوه مسلسل في موضوع ما فكنت قاد جنبها فحتقالت لي وبعد البداية شغال قلت لي حول هات غدا عبدالفزي. فعشان مسلسل غدا بدأ اوه. اه. اه. فقلت فجيت كل السنة اللي بعدها كل المنتجين بتفاوضني ان انا عمل حاجة شبه بعد البداية. فبصرحة الازة واحد في السنة دي تفاوض معي كانت جنينا. قال لي انت عاوز تعمليه. طانا عايزة اعمل المسلسل ماما تشوف. فقال لي يعني بتفكر فيه. طانا عزة البعض لاختيار لي وازبت انه ممثل من العيار التيل. لا ده كتير يعني بس انا مسلا محمد اه سلام مسلا فبا عمر المسك هتنسل انا جدا من فكرة انه طوله بقلو كتيب يعمل كوميدي وكانت دور يعني جد جدا وكنا حتى في يعني واحنا شغالين كان الناس معي حتى اللي شغالين معي شايفين انه اختيار غريب قوي انه انا ليه اجيب كوميديان درجة اولى واعمل به دور بالحجم ده من الجدية يعني وكده فا يعني ده تاقيبا من اكتر الادوار اللي انا كنت شاف ان فيها الى حد ما تحد يعني. وفيت بوعدك لحد وكان عيان بان اول عمل هيكون من اخراجك هيكون لحمد الساقة او هتشتغل مع احمد الساقة وتحقق ده. ده كان بابايا كان كانت واقعة كده بتاعتي وانا اصغر يعني اصغر حبتين ويعني كنت بعمل فيلم. ايه اللي حصل قلت له ايه او ايه الدنيا كنت نشت زيب. لا اول حصل انا كنت داخل عامل فيلم لحمد الساقة وكان ساعتها دي يعني نقلة اكيد بالنسب لي كنت مساعد صغيرة جدا وكنت بعمل فيلم يعني هو فيلم مهم يعني فيلم مهم جدا جدا يعني ومخ كبير وكل حاجة وبعدين المساعد الاول انا هو اختلفنا وبعدين يعني ساعتها جالي احباط كنت صغيرة جدا طيبا كنت يعني امست ساعتاشرة سنة او حاجة كده. فعرف انت بنبقى صغيرين كده فبنجلنا قرارات سوية فقلت انا مش عايز اشتغل. فعطت شوية الناس يعني يقولوا ايه خلاص هم الفترة دي طعب جامد فقال لي عارف انت بتبقى في لحظات دراما كده في الحياة وكده فهو كان داخلي يعمل عملية والان فقال لي انا عايزك توعدني ان انت اه ترجع وتشتغل وتبقى اشتغل اشتغل اه اه اشتغل من المساعد اللي حصل ده وتبقى اشتغل ان شاء الله نعمل فيلم بالساقة اخراجي وكده فبعدت له اول يوم تصوير للساقة كان فروغ الطريق. طيب اه سنة نقط 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 هي اكبر سنة انت عايش فني في حياتي العملية. اكبر سنة انت مش مش عايف والله يعني عامل ما صنفتهم يعني ما صنفتهم كده بس يعني ممكن تكون سنة اشتغلت فيها كتير عملت فيها اكتر من عمل. بصي انا اكيد بحب الفين وخمستاشر لانه انه دي اول سنة يعني دايما الخطوات الاولى. طبعا ما بتتنسيش. دايما بتتنسيش. فمسلا السنة اللي انا عملت في عامل الجاني وبعد البداية انا انت جواك بتبقى مصدق ان انت جواك حاجة كويسة بس فعلا ما بتتعافيش لما لان احنا شغل شغلنا الجمهور وزميلنا والصنع وكده بيحكموا عليك فاكيد لما اعملت الماني الجاني وبعد البداية واخدت عليهم فيدباك كويسة حسيت انه انه يعني خلصت من هم كده بقى لي مسلا انا دخلت كلية واشتغلت مساعدة اتناشرة سنة فانا مش عايف انا فعلا في المكان الصح ولا انا فضوح اشتغل شغلنا تانية فده كانت دي سنة اكيد مهمة جدا بالنسبة لي وطبعا السنة بتاعتوه بتعمل انه كان اول فيلم سينما لانه اصلا السينما كده ليها بريق خاص بريق مختلف النجمة نقط هي من رشحتني لاخراج بعد البداية بعد ما عملت معي عمل صبق روجينا 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 او كانت كانت قصة لازيزة هي قصة درامية قوي بس يعني بس تجيلها شوية بس يعني هي كانت روجينا كان بتعمل معنا ماني الجاني وماني الجاني يعني باستثناءة 3-4 ممثيل ابطال لهم ايضنا الصور ودينا فؤاد وشاهين كان معتمد جدا على كونسبت انه فيه ديوف طول الوقت يعني فيه نجوم بيجي اعملوا حلقة فانتي تبقي مش عافية يا روجينا ولا ولا فلان اللي قتل ولا يعني كان اولمست انا اخذت حتى بالتريق دايما ده انا بدأت بفوزير يعني انه البداية بدأت بفوزير اكي فكنا بنتكلم فانا انه كان فيه مخرج من زمائلنا من مخرجين كويسين جدا انه كان اعتذر عن المسلسل وانا كنت قريت المسلسل ده من قبلها فترة طويلة وكنت نفسي عملوه تمام وكنت ساعة اصغرية يعني بروح لشراكات انتك فما بيوفقوش فهي كان بتفرق على الشغل فشايفة ان انا مخرج كويس فمش التاني يوم واحد قالت لطرق قالت له ده انت تعف انه احمد خالد ده مخرج كويس جدا من ماني جاني وعرفت ان هو كان مذكر المسلسل دوت فبس فبدأوا يتفوضوا معي العمل نقط نقط هو ما كنت احلم باخراجه وتحقق يعني انا اسا كنت بحكي لك انه اكتر عمل انا بحبه وفعلا يعني بحس انه ده اقرب بسطيل الشغل اللي انا كان نفسي عامله اه كان بعمل المسلسلس بيلي يعني ده من اكتر الحاجات يعني انا ببسطت جدا مع عز وببسطت جدا مع مريم نعوم وطرق الجنيه بصراحة من الاول حتى ان انا بصراحة مكنش عارفة الرواية وبعدين هو بحجاب الروايتين يعني ده نوع ده نوع يعني نوع الفن اللي انا حب اعمله كتير يعني ده يعني ده من التجاب اللي انا حبيتها جدا الجيل الجديد واسئلته كلها هنعرفها حالا بعد الفاصل اللي جاي من المخرج احمد خالد موسى دايما الاوقات الحلوة بتعدي بسرعة جدا جدا بس قبل ما نقول لك اه باي باي ونورتنا واسعتنا ونتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي امنياتك ايه في المستقبل وعايزاك تنصح لنا الجيل الجديد اه اللي عايزين يمثله اللي عايزين بمخرجين نصيحة بسي انا مقتنع يعني انه يعني انا دايما بقول الموضوع دوت ان الشغلان بتاعتنا دي صعوبتها مش فكرة ان احنا بنعمل حاجة يعني اهم من بقية الشغلانات لانه كل واحد اكيد شغلانته مهمة بس يا المشكلة ان الشغلان بتاعتنا دي فعلا احنا بلد كبيرة جدا وحتى من الناس اللي برا حتى في البلاد العربية بيبقوا عايزين يجيوا يشتغلوا عندنا فاحنا في الاخر يعني كنت بكلم مع انا ودكتور اشرف زاكي انه العدد بتاعنا احنا بجد احنا عايفين بعض كان انا يعني يعني حتى اللي مش اصحابنا احنا عايفين بعض يعني صعب قوي يبقى في حد في الشغلانة دي مواش عايف التاني فاحنا بجد عددنا ادي الف فانتي فيه الف واحد بيشتغل في بلد مية مليون فالموضوع فعلا صعب ما بقولش انه واكيد في حاجات ساعات بتبقى مش فير والناس بتحس انها مصدومة طبعا كلنا اكيد انا ما بنكرش دوت وعلى قد ما بنقدر انا دايما على قد انا ما بقدر انا بالنسبالي دايما بحاول اني لو في ايدي فرصة توجي فرصة لوجوه جديدة على فكرة في كل الحاجات ناسا كنت بحكي في تصوير في ديكور في منتاج يعني دايما في الشغل بتاعي بتحاول تمسك بقيت حد عايز يخش الكرير وهو عنده الموهبة بالزاب لان انا قعدت كتير جوه الحتة دي وكان نفسك حد ساعتك بزاعة وابنا بعطلي ناس اكيد يعني انا لسا كنت بكلم على هادي الباجوي من اكتر الناس الفادتني في حياتي ما ايما مدوح مسلا افضل المساعدين انا اشتغلت معهم وانا صغير يعني في ناس كتير مش عايز نانسى حد بس في اكيد الناس كتير ساعدتني وانا وانا صغير فعلى قد ما بقى ده انا بحاول بس قصدي انه العدد قليل قوي يعني انت كل مسلا مئة الف هيتاخد منهم واحد فهو الموضوع محتاج صب وفيه توفيق وفيه حاجات ومش معنا ان الوصل يبقى انه التاني وحش وفيه ناس واحنا شوفنا حتى في الشران بتاعتنا دي فيه مواصلين كتير او انا بحبهم خدوا فاسهم متاخر يعني انا مسلا استاذ عارف عبدالعسول بموت فيها طبعا عزيما ايومي فؤاد نفسه ايومي فؤاد اه مش عازم حسن حسني الله يرحم استاذ محمد فاهيم طبعا استاذ محمد ردوان طبعا يعني مواصل بقى له كتير كويس جدا السنتين اخنين بدأ سماء ابراهيم برضو طبعا عايف سماء من بدء يعني انا شفت لها فيديو في دمية قبل حكمة انا نتمسل من زمان جدا انا انا قديم برضو انا قديم برضو اه فهي الفكرة انه هي فعلا الموضوع صعب انه العدد قليل جدا فالناس بس هي محتاجة صبر يعني بقولك انا مثلا موكب اشتغلت اتناشة سنة مساعد مخج مهنة ملاش اي علاقة بمهنة يعني هو شغلانا ادارية اكتر منها فنية بس عشان ابتدي اتعلم الحاجات اللي نقصاني وانه اقف في الصف واخد فرصة بس انا قمع مقتنع انها جات لي في توقيت الكويس فربنا بيشعر على الناس في وقتها طبعا طبعا ونحن لازم نحاول على قد ما بنقدر ويعني ان شاء الله التوفيق بقى مع الناس واليومين دول انا شايف انه حجم الانتاج بيزيد فشايف ان احنا لحد ما محظوظين اكتر من اللي قبلنا يعني البلاتفورم زودت الانتاجات بقى في محطات فبقى في تلفزيون اكتر فبقى في فرص اكبر الفرص كعددها زادت يعني انت لو حسبتي عدد الممثلين اللي واغدين فرص دلوقتي مكانتها مثلا من عشرين سنة اكيد عدد المخيجين الكويسين دلوقتي يعني في كل قسم اعتقد انه العدد اكتر بكتير فاكيد احنا الامور بتتحسن يعني فان شاء الله يعني تبقى في تحسن فتضيف للناس كلها نختم برسالة كده توجيهها للفنانة كرمة احمد خالد موسى وان احمد خالد موسى لا والله دم يعني انا بالنسبة لي فعلا موضوع خلفة البنات ده حاجة كويسة جدا او رسالة من ابو البنات اه البنات تقول لهم ايه النهاردة لهم بيسمعوك انا بحبهم جدا واتبسطت السنة دي انه كما عملت يعني شغل كويس ما ان انا انا كنت احكي لك ان انا كنت ضد قوي فكرة انها في الوقت ده لو عايزة تمسي بس تبقى في سن اندق شوية لو هي فضلت حب الموضوع بس هو في الاخر انت اجرى كرمة استنادي مين خده ما اخدتش حاجة والله ما اخدتش اجر؟ لا ما اديناهش اجر طب لما هتاخد اجر مين اللي هياخد الاجر؟ هل كرمة ولا هتقول لها هتحوش هملك؟ انا عارف الكلام بتاع الابوهات ده يعني ايا مسلا في ملوك الجدعانة كانت عمل الديل كده مع علي لانه علي كان لذيذ فقال لها اشوف انت قولي لي حاجة نفسك تجيبيها انا اجيبها لك فهو ساعتها اخترت ان هو يجيب لها لابتوب جديد فراحت اخر يوم تصوير اخدها ويجب لها لابتوب منها يعني مش هتاخد فلوس في ايديها فلوس في ايديها بس هيحست انها عملت افورت بتاعها يعني